التحية للشهيد الحي ولقافلة الشهداء في العراق لا تنتهي فهو الوطن المثقل بالجراح وجراح حاضره إرهاب تضرب خلاياه الأمن وتزهق الأرواح البريئة لكنه تحدي في وجه الظلام وإن كان تحدياً يدفع ثمنه أبطال العراق بتضحيات وبذل أرواح إلا أن القيد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء أدى التحية أمام نصب تذكاري لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وهذا ليس مجرد عمل فني إنما هو استذكار يقول رئيس الحكومة والتخليد لذكر من رسموا قصة البطولات الوقوف في القرب من قامة شهداء الجهاز وكل شهداء العراق شيء موجع مؤلم ولكن بمقدار ما يؤلمنا نحتز بهذه التضحيات من أجل العراق يخطب الكاظم جميع أطياف الشعب بوعد يتحقق به القضاء على آخر إرهابي في البلاد مفتخراً بشهدائه وأسمائهم المخطوطة في القلوب وفي سجلات التاريخ ومن صنيع الأبطال يدك عناصر جهاز مكافحة الإرهاب مفرزة لداعش الإرهابي في كاركوك في عملية أمنية دقيقة بعد ساعات من جريمة ارتكبها التنظيم بحق عناصر الشرطة في كاركوك وما هي إلا عملية تضاف إلى قائمة الانتصارات والتحدي الذي يثبت إصرار العراقيين على إزالة الإرهاب وخلاياه من بلاد الرافدين اشتركوا في القناة